اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر كنت عملت حلقة قديمة كده عن ازاي تقرأ تحليل الدهون والكوليسترول والحاجات دي وعملت حلقة صغيرة كده عن هل لازم نعمل تحليل الدهون ده وإحنا صايمين ولا ممكن نعمله فاطر هسيب لك الرابط بتاعتم تحت فالناس بدأت تسألني طيب لو واحد الدهون بتاعته مرتفعة الكوليسترول أو كده نتعامل معه ازاي وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة ودي حلقة مخصصة للأطباء والطاكم الطبي وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو في البداية كده كان نفس اقولك ان الموضوع سهل وبسيط الدهون طلعت كذا نديله أطور فستاتين كذا مثلا يعني لكن طلع مش كده كان نفس اقول انه كويس ده الموضوع طلع فيه تفاصيل كتير بس انا هحاول ابسطها لك ونلمها على قد ما نقدر في نقط واضحة وصريحة عشان ما تتلغبطش وركز معايا كده وصح صح كلين عارفين ان ارتفاع الدهون في الدم دي من العوامل الرئيسية لأمراض تصلب الشرايين وما يعقبها من أمراض القلب مثلا وأمراض المخ زي جلطات القلب وجلطات المخ والحاجات دي خصوصا خصوصا LDL كان زمان الاهتمام بالتوتالكوليستيرول وبالترايجليس رايدز الدهون السلسية وارتفاعهم الى حد ما مضر برضو لكن الاساسي الاساسي والعامل الخطر الاكبر هو الLDL وهو اللي عليه معظم الكلام وعشان كده حلقتنا النهاردة عنه اما الحلقة الجاية ان شاء الله نبقى نتكلم عن او الدهون السلسية لو عالية نتعامل معها ازاي لانها برضو تعتبر من احد العوامل اللي ممكن تعمل مشاكل في الاوعية الدموية وكمان ارتفاعها ممكن يعمل التهاب في البنكرياس فدي الحلقة الجاية والحلقة اللي بعدها ان شاء الله نبقى نعملها عن الطعام المريض لو عنده ارتفاع في الدهون ياكل ايه وما ياكلش ايه الزيت والسمنة والخضروات والبيض وما الى ذلك خطوط عريضة كده ان شاء الله في الحلقة اللي بعد الجاية ان شاء الله وخلونا نرجع بقى لموضوعنا النهاردة اللي هو LDL اللي هو اخطر عامل او اخطر نوع من انواع الدهون اللي بيعمل مشاكل في الاوعية الدموية ويلا بينا عشان ابسط لك الدنيا كلها فانا قسمت لك العيانين اللي هيجولك الى اربع اقسام اربع حالات شوف المريض بتاعك في اي حالة فيهم وعلى اساس كده هنديله العلاج ازاي الحالة الاولى لو مريض جاب لك التحليل وطلع فيه الـ LDL 190 ميلي جرام برديسيليتر او اكتر من كده خلاص المريض ده وانت مغمط هتديله ستتتن المريض ده كده فده هتديله بـ او بالجرعات العالية ممكن تديله مثلا أربعين او تمانين ميلي جرام كل يوم بالليل او تديله رصفا ستتن عشرين او اربعين ميلي جرام كل يوم بالليل دي هي كده الجرعات العالية او والهدف بتاعنا في المريض ده ان ده يقل خمسين في المية عن القياس الاول يعني لو كان جالك متين فاحنا الهدف بتاعنا انه يبقى مية او اقل من كده فبنعيد التحليل بعد شهرين ونشوف لو ربنا سهل والدنيا تمام وغالبا ان شاء الله بيبقى تمام على كده خلاص لو لقينا لسه ما وصلناش للتارجد بتاعنا ده برغم ان المريض ملتزم بالجرعات ممكن نزود نوع تاني زي لكن اللي يهمك انت كطبيب حديث التخرج مسلا ان انت هتديله بالجرعات العالية كل يوم بالليل وطبعا ما تنساش ضبط نمط حياة المريض ده يعني لو وزنه زيادة لازم لازم ينزل وزنه لو بيدخل لازم يوقف تدخين لو بيشرب كحليات لازم يوقفها لازم يعمل رياضة على الاقل نص ساعة يوميا معظم الايام لو بياخد علاج لاي حاجة تانية زي الضغط او السكر لازم نتحكم فيهم كويس جدا الطعام بتاعه لازم يكون طعام صحي لخفض الدهون وده اللي هنبقى نتكلم عنه في حلقة جاية زي ما قلنا وفيه هنا بس ملحوظة صغيرة عايزة اقولها لك ان لو الدهون مرتفعة جدا الال دي اللي ده عالي فعلا اكتر من مية وتسعين وكده فممكن نشك في حالة فاميليال هايبر كوليستيروليميا اللي هو ارتفاع دهون وراسي فلازم نسأل المريض بتاعنا عن اي حد في الاسر عنده عنده نفس المشكلة او حد في الاسر عنده جاله جاله مسلا جلطة في القلب في سنه صغير يعني والده مسلا جاله هو عمره تلاتين سنة خمسة وتلاتين سنة او حاجة زي كده يبقى نشك فيه الفاميليال هايبر كوليستيروليميا وغالبا مش احنا اللي هنتعامل معاها بس ده موضوع نادر بس انا بقى لفت نظرك ليه في الحالة دي بيعمل تحليل جيني عشان نشوف الموضوع ده موجود ولا لا وبيتابع مع حد متخصص في الموضوع ده يبقى الحالة الاولى مريض جالك والل دي الل بتاعه مية وتسعين او اكتر هتديله ستاتين بالهايدوز بغض النظر عن اي حسابات تانية هل عنده سكر هل عنده ضغط هل عنده مش عارف ايه ايا كان هو ايه هو كده كده ولازم ياخد ستاتين بالهايدوز بالاضافة الى ضبط نمط حياته اما الحالة التانية لو جالك مريض عنده سكر وعمره اربعين سنة او اكتر يبقى العيان ده برضو لازم تبدأ معاه فورا ستاتين زي الاتورفا ستاتين بالمدر الدوس يعني مثلا تديله من عشرة لعشرين ميلي جرام مساء يوميا هي التوصيات كده اظن برضو مفيش اسهل من كده وتبقى دي الحالة التانية اما الحالة التالتة لو مريض بالفعل حصله قبل كده يعني حصله مثلا جلطة في القلب عيان جايله جلطة قبل كده في القلب او عنده قصور في شرايين القلب او عيان جايله جلطة في المخ او تي اي اي اللي هي بنقول عليها جلطة مؤقتة او بريفرر أرثيريال ديزيز مشكلة في الشرايين الترفية نتيجة تصلب الشرايين فالعيان ده بالفعل حصله مشكلة اصلا فاحنا دلوقتي نعتبر بنعمل يعني بنحاول نمنع تكرار المشكلة مرة تانية هي حصلت بالفعل فبرده دي بالنسبة لك سهلة العيان ده كده كده هو كمان ولازم ياخد استاتين بالجرعات العالية يعني من غير ما تفكر مريض حصل له حاجات من دي ادي له استاتين فورا بالجرعات العالية زي مثلا اطورفاستاتين زي ما قلنا اربعين او تمانين ميلي جرام كل يوم بالليل او روزفاستاتين عشرين او اربعين ميلي جرام كل يوم بالليل وبرده هيستمر عليهم طول العمر والتارجت بتاعنا او الهدف بتاعنا ان الLDL ده ينزل اكتر من خمسين في المية من القياس الاول ليا ومش بس كده ده لازم يكون اقل من سبعين ميلي جرام برديسي ليتر يعني نفرض ان المريض اللي جاله جلطة في القلب ده مثلا جابلك التحليل لقينا الLDL متين احنا الهدف بتاعنا ننزله اكتر من خمسين في المية يبقى مية لا ده لازم كمان يكون اقل من سبعين ميلي جرام برديسي ليتر فبنعمل التحليل بعد شهرين لو وصل للتارجت فالحمد الله تمام ما وصلش ودي حالات قليلة خالص يعني يعني نقدر نزود الجرعة اذا كان لسه مسموح بزيادتها كان بياخد اطورة اربعين مثلا نخليه تمانين او ممكن نزود نوع تاني زي مثلا ده كله بالاضافة طبعا الى ضبط نمط حياة المريض دي حاجة اساسية لازم طبعا يزبط وزنه للوزن المثالي ليه يوقف تدخين يوقف كحليات يعمل رياضة مناسبة لحالته نعالج اي امراض اخرى بدقة ضغط سكر اي مشكلة تانية والطعام لخفض الدهون زي ما قلنا هنبقى نتكلم عنه ويبقى دي الحالة التالتة واعتقد انها سهلة برضو عيان جالوا بالفعل قبل كده اما اي جلطة في القلب او استروك او اي حاجة ده خلاص هتماشي على يبقى كده اول تلات حالات سهلين جدا لانك كده كده لازم تبدأ معاهم مفيش ان احنا نعمل نمط حياة وبعدين نقول لا كده كده لازم هتبدأ معاهم لازم تبدأ معاهم عيان عنده سكر وسنه اربعين سنة او اكتر تبدأ معاها بالمدر الدوز عيان حصله قبل كده بالفعل اما اي او استروك او حاجة من دي تبدأ معاها فورا بالهايدوس نيجي بقى للحالة الرابعة ودي لازم تصحصح معانا شوية كده ده مريض ما جالوش قبل كده اما اي مثلا ولا استروك ولا جالو مشكلة في الاوعية الدموية قبل كده مريض عادي شخص عادي يعني الLDL مش اكتر من 190 لانه لو 190 هنبدأ معا فورا كذلك الامر لو كان جالو جالتا قبل كده فانت هتبدأ معا فورا خلاص فالحالة دي بنقول عليها يعني بنحاول نمنع حدوث المشكلة اول مرة ما حصلوش اصلا قبل كده فهنتعامل معاه ازاي المريض ده بص يا سيدي وصحصح معايا في حاجة اسمها تينير يعني بنشوف العيان ده على وضعه في خطورة بنسبة كم في المية في العشر سنين الجايين ان يجيله مشكلة في القلب والاوعية الدموية على حسب ظروفه الحالية المعادلة دي بندخل على موقع على النت سهل جدا هعمل لك فيديو عنه في نهاية الحلقة تدخل موقع النت ده وهسيب لك الرابط بتاعه تحت وبتحط بيانات المريض زي مثلا الضغط السكر العمر الLDL الHDL هل هو سموكر ولا لأ حاجات زي كده يعني هنشوفها مع بعض فالموقع هيديك النتيجة الرزك ده كم في المية المريض بتاعنا ده الرزك بتاعه او الخطورة بتاعته كم في المية وعلى حسب النتيجة دي بنحكم هنعمل ايه للعيان بتاعنا سهلة جدا والموقع سهل وهنشوفه فلو النتيجة طلعت اقل من خمسة في المية يبقى المريض بتاعنا ده لو رزك يعني الخطورة بتاعته قليلة مش هنديله ستتن سهلة جدا طب هنعمل ايه هنزبط نمط حياته يزبط وزنه يمنع تدخين يمنع كحليات يعمل رياضة نص ساعة في اليوم لو في اي امراض يعالجها ويتحكم فيها الطعام لخفض الدهون اللي هنبقى نتكلم عنه بس طيب لا ده المعادلة طلعت النتيجة من خمسة لعشرة في المية فالعيان بتاعنا ده بنقول عليه يعني بين البنين طيب ده هنعمل مع ايه هنمشي على ضبط نمط الحياة ستة شهور اللي احنا قلناه الوزن والتدخين والرياضة والطعام ومش عارف ايه ستة شهور وبعد كده نقيم حالته مرة تانية ونشوف التحاليل بتاعت الدهون بتاعته اتزبطت ولا لا لو اموره بقت كويسة والتحاليل اتزبطت نستمر على كده لو لقينا لسه الدهون مرتفعة نبدأ نديله ستتن باللودوز الجرعة القليلة زي مثلا سينفاستتن 10 ميلي جرام يوميا طيب لو النتيجة طلعت من 10 ل 20% فالعيان ده بنقول عليه فده خطر شوية وده لازم نبدأ معاه ستتن بالي المودرت انتنسيتي الجرعة المتوسطة طول العمر زي الأتورفاستتن مثلا 10 ل 20 ميلي جرام مرة واحدة يوميا او روزفاستتن من 5 ل 10 ميلي جرام مرة واحدة يوميا يفضل بالليل والهدف او التارجت بتاعنا في المريض ده ان الLDL يقل من 30 ل 50% من القياس الاول له ونعيد التحليل بعد شهرين ولو وصلنا للتارجت فعلا يبقى ممكن نعيده سنويا بعد كده طبعا برضو بالاضافة الى ضبط نمط الحياة لازم ينزل وزنه يوقف تدخين يوقف كحليات يعمل رياضة نعالج الامراض الاخرى طعام صحي لخفض الدهون طيب لو النتيجة طلعت 20% او اكتر يبقى العيان ده هاي ريسك وده لازم ياخد ستاتن بالهايدوس الجراعات العالية زي ما قلنا هتور فاستاتن من 40 ل 80 ميلي جرام كل يوم بالليل او روس فاستاتن من 20 ل 40 ميلي جرام كل يوم بالليل والهدف بتاعنا في المريض ده ان LDL يقل 50% او اكتر من القياس الاول له فبنعيد التحليل بعد شهرين وبنشوف لو وصلنا للتارجت فتمام الحمد لله نكمل على كده ونبقى نعيده سنويا ما وصلناش للتارجت برغم التزام المريض ممكن نزود نوع تاني زي ايزيتمايب مثلا يعني كل ده بالاضافة الى ضبط نمط الحياة في كل الحالات زي ما قلنا لازم يزبط الوزن يوقف تدخيني يوقف كحلياتي يعمل رياضة مثلا نصف ساعة في اليوم نعالج باقي الامراض الموجودة والطعام الصحي لخفض الدهون اللي عنده ويبقى كده دي الحالة الرابعة اللي هي عيان ما حصلوش قبل كده مشاكل وبنحميه ان يحصلوا اي حاجة في المستقبل ان شاء الله والخلاصة بتاعتها زي ما قلنا ان انت بتدخل على الموقع وتدخل بيانات المريض بتاعك عشان تشوف بتاعته الرقم هيطلع لك كاب اقل من خمسة في المية زبط نمط حياته بس من خمسة لعشرة في المية زبط نمط حياته لمدة ست شهور وبعدين نقيم الحالة لو لسه في مشكلة ادي ستاتن بالجرعة المنخفضة لو النتيجة من عشرة لعشرين في المية تدي ستاتن بالمدر الدوس بالاضافة لضبط نمط الحياة عشرين في المية او اكتر تدي ستاتن بالهايدوس بالاضافة الى ضبط نمط الحياة وتعالوا نشوف الموقع اللي هسيب لك الرابط بتاعه تحت وبندخل عليه بيانات المريض ازاي والنتيجة بتطلع ازاي زي كده لما تدخل على الموقع اللي انا سبته لك تحت الرابط بتاعه تحت هيفتح لك بالشكل ده فبتدخل بيانات المريض بتاعك هل هو ميل ولا في ميل رجل ولا ست ميل مثلا سنه مثلا اتنين واربعين سنة الرئيس بتاعه هو ويت ولا افرو امريكان ولا ايه ويت مثلا الضغط بتاعه لما انت استو السستوليك كان كام وننفرد مية واربعين الدياستوليك بتاعه كان كام وننفرد تسعين التوتال كوليستيرول بتاعه كام انت عامل له تحليل الدهون التوتال كوليستيرول بتاعه كام ميتين وخمسين مسلا الـ HDL بتاعه كام هنقول مسلا خمسة وتلاتين هل هو دياباتك عنده سكر نقول له نو مسلا ما عندوش مسلا بيدخن يعني هل المريض ده بياخد علاج للضغط حاليا فهنقول له مسلا بعد كده هتطلع لك النتيجة على طول اهي هي دي النتيجة 14-1 من 10% يبقى المريض بتاعنا النتيجة بتاعته 14-1 من 10% يعني وقعت ما بين العشرة والعشرين يبقى العيان ده هياخد بالمدرد دوس هي دي الفكرة وفي مواقع تانية كتير يعني بتحسب لك ملناش دعو بدي لان دي ملناش دعو بي احنا بنتكلم على واخيرا عايز اقول ان لو عيان بدأ فغالبا بيمشي عليه طول العمر اصلا لان احنا بنده في الحالات او ان في مشاكل وخايفين ان يحصلوا مشاكل في الاوعية الدموية في المستقبل فغالبا اي مريض بيبدأ بيمشي عليه طول العمر النقطة التانية في الحمل ممنوع تماما في الحمل ويبقى كده خلصنا حلقتنا النهاردة ما تنساش الحلقة الجاية ان شاء الله عن الدهون السلاسية ازاي بنتعامل مع ارتفاعها ونعليجها ازاي والحلقة اللي بعدها ان شاء الله عن الطعام الصحي اللي لو مريض عنده ارتفاع بالفعل في الدهون يعمل ايه او ياكل ايه وما ياكلش ايه وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضرتكم